السلام والله عليكم ورحمته وبركاته معكم احمد كامل من قناة كيم ويوتيوب هنتكلم النهاردة ازاي ان احنا نسطب برنامج الخاص بكاميرات كانون اه اللي هو على جهاز الكمبيوتر بتاعك بدون ما يكون او بدون ما تكون معاك الاسطوان الاصلية بتاعته وده طبعا لانه بيتجابلنا مشكلة ازاي ان احنا تيتسطب البرنامج او ان انت تنزل الدرايبر بتاعه من على الانترنت وتي تسطبه يقول لك ادخل الاسطوان الاصلية هنشوف مع بعض ازاي المشكلة وازاي حالها ان شاء الله ببسيط جدا وسهل جدا نشوف مع بعض ازاي لا تنسى الاشتراك في القناة من ضغط على علامة واضح ضغط على علامة الجرس ليصلك جديد قناة كيم ويوتيوب لا تنسى زيارة مدوانة كيم ويوتيوب والضغط على تابعونا ليصلك كل ما هو جديد هنخش على الرابط بتاع البرنامج اللي هو طبعا الخاص بالكانون الرابط هيكون برضو في ربط التدوينة اسفل الفيديو في الوصف هتختار الكاميرا لنوع الكاميرا اللي عندك وطبعا اي نوع الكاميرا اللي عندك بالنسبة بالنسبة اللي هي هتختار نوع الكاميرا بتاعتك هتخش على الرابط ده اللي هو الكانون رابط الخاص ببرنامج على موقع كانون وتختار نوع الكاميرا بتاعتك وتضغط عليها طبعا بالنسبة للناس كتيرة اللي هو الكانون سبعمائة دي زي عندي اللي هي مقابلها آآ وبعد كده هيبدأ هو يحدد النسخة اللي انت داخل منها. هتلاقيه هنا يختار لك هو النسخة دلوقت على طول. طلع لك النسخة اللي انت شغال عليها. بتبدأ تنزل البرنامج والبرنامج اهو. بتبدأ كده بعد ما ينزل البرنامج عندك ده البرنامج بتبدأ تفتحه. يقول لك ان انا عايز الاستوانة الاصلية تكون موجودة. طبعا الكلام ده عقم كبير جدا يعني وطريقة غبية جدا بحيس ان انا منزل لعشان تقول لي هات الاستوانة وايضا برضو ان البرنامج موجود قريدي في الفلف الملف ده يعني. فالطريقة اللي هنعملها تحايل على على البرنامج. نخش على ندوس على علامة الويندوز والار او ان انت تخش على وتكتب ونخش على ملف ونخش على وبعد نخش على السوفتوير. وبعد نخش على الملف اللي هو او او اربعة وستين تنتين نوت. وندوس عليها من فوق كده ونعمل اه نيوم كي. وبعد نيوم كي نكتب كانون. وبعد ندوس على كانون برضو عشان نعملها نعمل ملف داخلي فيها برضو. ونقول له وناخد الاسم بتاع من هنا. ونروح على ملف نعمل له ونعمل له هكده. ونقفل دي كده. كده احنا بنقمع البرنامج ان الاستوانة الموجودة. نقفل دي ونفتح دول كليك تاني. هتلاقي ان البرنامج بدأ يتسطب معك بدون الاستوانة الاصلية. وكده احنا نجحنا في ان احنا نسطب البرنامج. تختار من هنا مثلا على سبيل المسال. ونختار عشان مش موجود طبعا البلاد بتاعتنا. ونختار اللغة. اوكي. اوكي. هيبدأ يسطب معاك البرنامج. آآ كامل. هنشوف مع بعض النهو نكمل الاخر. لان البرنامج تسطب كامل. كده بيقولك ان هو وصل الكاميرا. ومجرد ما تفتح الكاميرا يبدأ البرنامج اتصل بالكاميرا. وتتغير الواجهة بتاعت البرنامج. للشكل ده وتبدأ تدير الكاميرا او تتحكم في الكاميرا من خلال البرنامج. ان شاء الله بنعمل له شرحة برضو في حالة قادمة. ازاي ان احنا بتحكم في الكاميرا آآ من خلال البرنامج واحنا عاديين بعيد عن الكاميرا. بتساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولو عندك ايه تعليق او سؤال او استفسار سيبه تحت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.